اشتركوا في القناة طيب عندنا في مصر على فكرة أرض وجو بتوع أمح والأمح بيحبهم وهم بيحبوا الأمح وعندنا أكتر أنواع الأمح جودة في العالم موجودة عندنا في مصر ولكن كلامنا دايماً بيكون عن الكميات كيف نحقق الاكتفاء الذاتي قبل ما هتكلم عن الاكتفاء الذاتي قبل ما هتكلم عن إزاي نزود لازم نتعلم إزاي ما نخسرش لأن أول طريق المكسب هو سد ثقوب الخسارة حطوها في دماغكم دايماً لما تكونوا عايزين تكسبوا قبل ما تفكروا إزاي تكسبوا فكروا إزاي توقفوا الخسارة إيه هي الحاجات اللي بتخسرنا الأول نعدها كده نستوب يعني نوقفها الأول نوصل للمنطقة الصفرية في التفكير وبعد كده نفكر إزاي نطلع للأدام إنما طول ما إحنا في المنطقة السالبة وعندنا هدرة وعندنا أخطاء بتخلينا نخسر من إنتاجنا يبقى إحنا برضو عندنا مشكلة ضيفي في هذه الفخرة دكتور عز الدين عبد الرحمن محمد رئيس بحوث بقسم بحوث القمح مرحبوا حديك يا فندم أهلا وسلم نورني إحنا عارفين إن مصر فيها أمح ممتاز جدا نسبة الجلوتين فيه مرتفعة سواء كان الأمح الصلب بتاع المكارونا أو حتى الأقمح العادية بتاع الخبز إحنا عندنا أمح ممتاز ومتميز جدا قبل ما أتكلم مع حضرتك إزاي إن إحنا نزود إنتاجنا وإزاي نحصل على الاكتفاء الزاتي وحاجات كتير عايزك بعينك الخبيرة تقول لي إيه هي الأخطاء اللي بيقوم بيها المزارعين في مصر اللي بتخلينا نهضر في الكميات اللي في الآخر بتتورد كحبوب سليمة صالحة للاستخدام إلى الصوامع أكيد فيه أخطاء من أول الزراعة لحد الحصاد لحد التداول بتخسرنا كتير بسم الله الرحمن الرحيم هو نقدر نور مجموعة الأخطاء دي نقسمها إلى جزئين الجزء الأولاني خاص بالمعاملات الزراعية الجزء الثاني خاص بميكانيكية النقل والتداول بالنسبة للمعاملات الزراعية لما نتكلم عن المعاملات الزراعية من أول اختيار الصنف المناسب صح معادة الزراعة المناسب كمية التقاوي المناسبة طريقة الزراعة معاملات الري معاملات التسميد معاملات الجانبية الأخرى كمقاومة الحشائش والأمراض إذا ظهرت ومعاملات الحصاد دول تسع نقاط صح في عمليات النقل بقى تخيل حضرتك في النقل نقل تخزين صوامع أو شوان غير مجهزة تشوين الأمحة على الأرض سليم تسميه الشوون الترابية الشوون الترابية النقل العربية لو ما تقدرش تمشي في مدان التحرير وما محملة رامل لأن لما تكون متغطية صح ولو ما محملة قمح تشر قمح في مدان التحرير في العتبة في الجيزة في أي حتة مش مشكلة أيهم أغلى على مصر بعض أسباب من بعض الأسباب التهدير سوق صناعة الرغيف كل الرغيف يبوز على السير بتاع الخبيث بتاع الدق خسار خسار طيب خلينا نرجع بقى معك بالأول عشان أنت عجبتني ما شاء الله ديك مغطي فعلا أخطأنا ومشاكلنا كلها هنتكلم على أبرز هزي المشاكل مواعيد الزراعة وطريقة الزراعة واختيار الصنف لأن اختيار الصنف ده بعد كده ممكن يقودنا لمجموعة من الأمراض ومجموعة من المشكلات طيب لو قلنا معاد الزراعة هي مش كيميا عملية موروسة ووراثة أزلية من خدماء المصريين هاتور أبو الأمح المنثور اللي يفوته هاتور مسألة تاني اللي يفوته هاتور يستنى لما استنى الدور يعني إيه؟ يعني هاتور هو أنسب معاد لزراعة الأمح ما بعرفش في الشهور الإبطية أنا ما عرفش اللي يناير وفبراير ومحرم وصفر هاتور يوازي أو يقابل النصف التاني من شهر نوفمبر من شهر 11 ده أنسب معاد أو بداية معاد زراعة الأمح في مصر من قبلي وانت مبحر ببدأ في أسوار يعني على مستوى الجمهورية بالكامل ببدأ في أسوار مثلا 15-12-10-17 نوفمبر على بالما بوصل السكندرية بوصل 25-28-30 نوفمبر يبقى النصف التاني من نوفمبر 15 اليوم دول معاد الزراعة المناسب للأمح يعني اللي يبضر بتاع الصعيد واللي أخر بتاع بحري الاختلاف الزروف الجوية هناك الحرارة أعلى في الصعيد أعلى طبعا كل ما نقبل كل ما الحرارة هتعلى كل ما نبحر الحرارة هتنزل فأنا عايز درجة حرارة مناسبة للإنبات للنمو للعقد والإخصاب لامتلاء الحباية صحيح فعشان كده 15 يوم دول بيبقوا هما الميزان اللي بيخلي النبات يقابل درجة الحرارة الملأمة لي في كل مرحلة من مراحل النمو رغم إن هتور والأمح المنصور بها هتور 30 يوم بالزبط كده بها هتور 30 رغم ها يعني هذه الخبرة بنشوف ناس بتلعب في موعيد الزراعة والله شوف أنا عايز أفهم إيه الهدف يعني يعني إيه الحجم هو شوف هو هو بيحصل يا إما يبكر يا إما يأخر كتير جدا من إخوالنا الفلاحين وإن كانت بدأ التتلاشة لكن ما زالت موجودة ظاهرة ما زالت موجودة بييجي يبكر إيه أخر يبكر إيه أخر ليه ييجي أقول لك أسلا أنا بعد الرز الرز أنا بضمه في شهر تسعة ولا بتاع فبتبقى الأرض عندي فضية 40-50 يوم أعمل بها إيه أقول لي ييجي منها أحسن منها واحد تاني بيكون زرع خضار سليم حصدوا الخضار بتاعه في نصف اتناشر في آخر اتناشر فبيزرع متأخر أقول ليجي منها أحسن منها ده خطأ وده خطأ يبقى طيب زائد لما قلنا بتقابله بقى درجات حرارة غير ملأمة للنمو والإنبات والإخصاب وامتلاء الحباية درجات حرارة عدد ساعات ضوء غير ملأمة لفطرة وتعادة ساعات ليل ونهار غير مناسبة لدورة حياة النبات فبالتالي بتبقى النباتات عقيمة ما يحصلش فيها عقد ما يحصلش فيها إخصاب تطلع أش أو تطلع سفة ما فيهوش حجوب ما فيهوش عقد ياخد أش بس ويقوم يرجع يشتاكي ويشتاكي مش عارف ايه ولتأوى مضوبة وضحكوا علينا نقول بقى ايه نقول بقى ايه بتزرع أنت عندك الأرض فاضي ممكن تزرع برسيم تحريش اللي هو بسرعة ده برسيم تحريش برسيم حجازي يبقى حتاخد فترة بتاعت خمسين يوم من فترة من حصاد الرز لزراعة الأمح يبقى بالتالي هتستفيد بالبرسيم هتحسن قوام التربة وصفات التربة الميكانيكية والبيولوجية والطبيعية بتاعتها وهتستعد لمحصول الأمح طيب دي نقطة أنا عايز أتكلف رقطة تانية مهمة جدا لأن شفنا إخواننا الفلاحين ومش عارف برضو ايه السبب بيزرعوا أصناف في غير أماكنها يعني فيه أصناف الوزارة محددها في الواجه البحري بيزرعوها في قبلي وفيه أصناف في قبلي بيزرعوها في بحري لدرجة أن احنا سمعنا يعني فيه أمح من بتاع قبلي مزروع في اسكندرية في قرب اسكندرية حصل وشفنا شكاوى من بعض الأمراض زي الأصداء والحاجات دي اللي احنا سمعنا عنها حصل ولما رحنا تحرينا ورحنا نزلنا وشفنا لقينا الناس دي زرع أصناف غريبة في غير أماكنها بالإضافة إلى بعض الغش من بعض التجار بياخدوا الشكاير بتاعت الأمح مش اللي هي اللي تقفلة دي وأمح فرعوني وما أمح فرعوني وعملني اسمها أسطير عايز أسأل حداك سؤال وترد علي عشان برضو زي ما قلت كده عايزين نسد ثقوب الخسارة قبل ما نتكلم عن المكسب ما هي الأضرار التي تعود على الفلاح وعلى الأرض عندما نزرع صنف في غير مكانه أو عندما يعني إن احنا نخالف التعليمات بتاعت وزارة الزراعة أو إن لما بنشتري أصناف مجهورة المصدر احنا عندنا حاجة اسمها السياسة الصنفية السياسة الصنفية معناها تختار صنف إيه تزرعه فيه عندنا موجودة على الساحة حوالي خمستاشر لعشرين صنف أمح خبز وديورم أمح الخبز بتاع العيش الديورم بتاع المكرونة أو الأمح الصلب بتاع المكرونة واحد يقول لك خمستاشر لعشرين ليه ما قفية واحد ونغطي الجمهورية ده نقطة مهمة جدا النقطة دي واحد يغطي الجمهورية كلها ولا اتنين وثلاثة طب لو واحد لو أنا زرعت أربع أصناف على مستوى الجمهورية وواحد منهم اتصاب بالصدر يبقى خصور تأدي إيه خمسة وعشرين في المية خصورت الربع على دول من من الانتاج بتاعي صح؟ صح أو من الغلة العائد العائد بتاعي لكن لما يكون عندي حصيرة واسعة من الأصناف لو صنف أو اتنين اتصاب يبقى خصور لو قلنا تلاتة مليون فدان عشرين صنف يبقى صنف ومتوسطه مية مية وخمسين الف فدان يبقى العملية تكون تتعود حينينا شوية عندنا أصناف بتتسمى باسم سخة وأصناف بتتسمى باسم الجميزة وأصناف بتتسمى باسم الجيزة وأصناف بتتسمى باسم ستس وأصناف بتتسمى باسم شندويل وأصناف بتتسمى باسم باني سويف وأصناف بتتسمى باسم سوهاج اللي تسمى باسم سوهاج أو يتسمى باسم باني سويف اللي تسمى باسم المحافظة دي أصناف ديورم أصناف قمح صلب لإنتاج المكرونة يبقى بالتالي ما تصلحش تزرع قلة في الصعيد لأن عشان تزرع مكرون عشان تزرع قمح ديورم لإنتاج المكرونة محتاج درجات حرارة عالية عشان نسبة السيمولينة تبقى عالية عشان يديك قمح جيد لإنتاج المكرونة تيجي بقى حضرتك أو أي واحد من إخواننا الفلاحين أو أهلنا الفلاحين شافوا عند ابن عمه في المينيا عجبه خده راح بيه الغربية. اه. شافوا عند ابن خالته في صهاج. عجبه خده راح بالشرقية. التاني شاف اللي في 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 كافر الشيخ فوق في باخر الدلتة شافوا عند ابن عمته في 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 القليوبية. اه. هنا. خده راح بيه البتاع ده. هل? انا بقيل له اساسا صنفية. اساسا صنفية قلنا لا شمال الدلتة. منطقة سخة. بتاع اكتر حاجة هناك معوق للزراعة ايه? الارض هناك الارض هناك فيها نسبة ملوحة عالية. فلازم الصنف اللي يتزرع في المنطقة دي. يتحمل الملوحة. يبقى اصناب سخة بتتحمل الملوحة. حتى بالمناسبة علشان الكلام. ايه بسخة? عندك سخة تلاتة وتسعين? اربعة وتسعين. سخة خمسة وتسعين. دول تلاتة اصناف. سي فيه صنف جديد في خلال السنة الجاية او اللي بعديها. اسمه سخة الف واحد. ده لسه ما اطرحش على الساحة. قدوم سنة او سنتين علشان يطرح تجاري بيد الفلاح. الف واحد دوت. سخة الف واحد صنف مبكر. دورة شورت تايم. دورة عشان يقدر تخلى الارض. بدري خمستاشر الى عشرين يوم. اه. تجي في منطقة الجميزة. وسط الدلتة. الغربية. منوفية. وانت جاي كده ايه? مقابل تبقى تاخد القليوبية معاك. اه. فيه اصناف الجميزة. جميزة حداشر وجميزة اه اتناشر. دي اصناف ببتمتاق يعني الاصناف بتاعت الجميزة ليها ميزة ان هي اصناف طويلة السنبلة. اه. اللي هي بعض اخواننا الفلاحين بيترجمها وقول عليها الشبح واللهو الخافي. اه. هي اصناف طويلة السنبلة. زاي ده احتياجاتها في المعملات الزراعية اقل من مسئلاتها. طبعا. لان منطقة الجميزة ساخة زي ما بتشتغل على انتاج اصناف متحملة للملوحة. منطقة الجميزة بتشتغل على اصناف اسمها متخلات اقل. اللي اه اللي انت قلتها في الاول خالص ان انا ازاي اصرف جنيه اكسب عشرة جنيه. ايوة. مش اصرف جنيه واكسب جنيه. صح. لو صرفت جنيه وكسبت جنيه ونص يبقى برضه مش. لا خصف. ما عنديش خورة. ومش حزرع قمح تاني. اه. حتى لو صرفت جنيه وكسبت جنيه ونص. بقى انا عايز اصرف جنيه اكسب عشرة جنيه. اه. مدخلات اقل. بمعنى ايه مدخلات اقل? اصناف دي بتتميز ان هي كمية تقاوي اقل. في الزراعة. كمية احتاجات مية اقل لان عندنا مشكلة مية. انا لما وفر مية يبقى عندي فرصة التوسيع. مساحات تانية. مساحات صحيح. اه. اه. كمية سماد اقل. نظرا اللي عندنا مشكلة سماده. والناس كلها بتشتكي من السماد السماد والعملة الصعبة اللي من السماد. فده ميزات الاصناف بتاعة الجمازة. الجيزة وستس. اصناف جيزة وستس. ومنها جيزة مية تمانية وستين. وصنف جيزة مية واحد وسبعين. وستس اه اتناشر. وستس تلاتاشر. وستس اربعتاشر. دول اصناف بيتميزوا بالانتاجية العالية. بالانتاجية العالية. واصناف طويلة. السمبولة. عندنا في اه سهاج في صنف اسمه ايه? شندويل واحد. شندويل واحد. واحد. يتحمل الخرارة. في رضيف الى دول بقى. في اصناف اه في صنف اه مصر واحد ومصر اتنين. بيتحمل بيتحمله الاصداء. صنف زي جميزة واحد. اه جيزة مية واحد وسبعين. يصرح لزراعة على مستوى الجمهورية. اه. يمتلك. من الخصائص. اه. من الخصائص انه تمكنه يزرع على مستوى. الجمهورية. اه. اه. شندويل. يزرع في قبل كله. اه. واخبار حدا. مجموعة الديورة بقى اللي هي ايه? بنيوسوف واحد واربعة وخمسة وستة وصهاج واحد. مجموعة المكارونة. مجموعة تقبل كل ما تديك جوده اكتر. دقيق يبقى اعلى في الجودة. يبقى نسبة سيمولينا اعلى. يبقى مكارونة اجود. نفهم من كلام الدكتور كده. كلام مهم جدا على فكرة ركزه معي. الكلام ده معناه ان حضرتك لما هتزرع صنف في غير مكانه اولا مش هتاخد الانتجاة اللي انت عايزها. ثانيا ممكن تأثر لنا على مقدراتنا المائية. لان في بعض المناطق فيها فقر مائي. فلما حديك تزرع فيها امح بيسحب ميا كتير غلط. فيه اراضي فيها ملوحة. لو زرعت فيها امح ما بيتحملش الملوحة انت الخسران. وزي ما الدكتور قال احنا مش عايزينكم تصرفوا جنيه وتكسبوا جنيه ولا تكسبوا جنيه ولا عايزينكم تصرفوا جنيه وتكسبوا عشرة. امشوا معنا واحدة واحدة اتبعوا. الموعيد اولا الاصناف واماكنها ثانيا. تالت حاجة وده موضوع مهم جدا لان كنت شفت من ايام معايل الوزير عادل البلتاجي كانوا بيتكلموا عن زراعة الامح بالمساطب ويمكن رحت تجربة وشفت تجربة كده كانت على الارض ويمكن الدولة اولة اهتمام لهذه الزراعة او لهذا الاسلوب في الزراعة. فوائد هذا الاسلوب اه لحد امتى حنفضل شغالين بالبلدي لحد امتى حنفضل ما نسطرش اه يعني الارض بالليزر ونشتغل بنظام المساطب الحديث. اه ما هي فوائد هذا النظام عشان برضو الناس تبقى فاهمة وايه الفرق بينه بين الزراعة العادية. هو طبعا احنا قلنا من الاول ان احد وسائل زيادة الانتاج وقلنا طريقة الزراعة. انا كنت اقصد المقطة دي بالزياد. زراعة على مساطب. زمان اوي ايام جدي كان بيزراع الامح الدار. يمح كده. ويروس. ويروس. بعد كده بقى يزرع الامح تسطير. بالمكان. وصلنا الى مرحلة الزراعة على مساطب. زراعة على المساطب دي مجدية. زراعة على المساطب دي هتوفر. زراعة على المساطب دي هتجيب عائد اكتر. الارقام تتحدث. اه. زراعة على المساطب مجدية. انتاج اعلى. توفير في 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 متخلات الانتاج. اه. تقاوي اعلى. في توفير في متخلات الانتاج. كل متخلات الانتاج. تقاوي. مية سماد خدمة تسهيل طرق الخدمة في التربة كل اللي بيحصل ان انا بعمل مصطبة هارضها حوالي متر وعشرين واناية ومصطبة واناية ومصطبة جنب الارض بتاعتك وبزرع فوق ظهر المصطبة اللي بيحصل ان انا بزرع فوق ظهر المصطبة دي في الوقت حاليا احنا عملنا مكان بيزرع وبيعمل المصطبة وبيزرع المكان غير متوفر في الجمهورية كلها وبرضو الحركة بتاعت المكان بتحتك المساحات الكبيرة انما غالبية غالبية الملكيات في مصر اربع عراريت وخمس عراريت ونصف فدان والتاع سليم طيب انا هعمل المصطبة انا عايز اقول لحضررك على حاجة قبل ما في النقطة دي الفدان بتكلف خمسمائة جنيه زرع في المصطبة عشان انا انا بقول لك اهو ادعيب اهو لكن تعال بقى نحسابها بقى اولا انا ما بزرع على مصاطب الزراعة العادية بزرع بستين كيلو للفدان زراعة على مصاطب بزرع باربعين كيلو ويبقى خفضت تلتة كمية تلتة التقاوي تلتة التقاوي شكرة القمح التقاوي شكرة القمح بربعمية جنيه مثلا او ربعمية وخمسين بقى الشكرتين بايه بتمن ومية جنيه وفرت التلتة بقى دات ميتين وخمسين جنيه اهو بوفرت تلتة كمية السماد لو انا اديت تلتة شكاير احنا بنقول ايه تلتة شكاير خلينا على لو انه مش هو ده المعيار الحقيقي للتسميد لكن على قد قدرة الفلح وفرت شكرة تمنها مية وتمانين جنيه سليم انا لما بروي او في الزراع على المساطب بتوفر معايا عشرين في المية من كمية المية عشرين في المية من كمية المية بيوفرها من كمية المية في الفدان نقولها مرة كمان عشرين في المية من كمية المية اللي بياخدها الفدان بتتوفر في حالة الزراع على المساطب تخيل 3 مليون فدان وفرت 20% منها رقم مهول طبعا رقم مهول اقدر اخرج بهم برا الوادي وبر الحايز الوادي الديق بتاعنا ال4% اللي احنا محشورين فيه من الدلتا والوادي اللي ازرع بهم قد ايه على مستوى 3 مليون فدان الامح بيقول 2000 متر يبقى 20% حوالي 650 متر على 3 مليون فدان يا الله تزرع بهم قد ايه صحيح اوجدوا دخل للبلد اوجدوا مساحة اضافية للبلد طيب هل هذا الاسلوب من الزراعة تجي بقى الاسلوب ده متابع او غير متابع حاليا السنة دي كانت المساحة احنا بدأنا بالكلام دوت بقالنا حوالي 10 سنين سليم 10 سنين 12 سنة السنة دي 2018 2019 اللي هي انتهت من سنتين من شهرين ثلاثة اللي حصدناها ووردناها اه كان مزروع 350 الف فدان مصاطب على مستوى الجمهورية اهه وان شاء الله السنة الجاية يكونوا اكتر واكتر 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 ممتاز طيب يعني هل هذه الزراعة متاحة لكل الفلاحين متاحة لكل الفلاحين يقدر يزرع في اسكندريا في البحيرة في الشرقية في الر في quem الوادي والدلتا. في الاراضي الجديدة اللي هي الاراضي الصحراوية والرملية طبعا قامت المساطب في الارض الرمل. صعب صعب. تنهار بسرعة. اه بالزبط كده. صحيب. زايد اني اقول لك حاجة تانية كمان. بالنسبة للرأي. طب يا لك ان الرأي بيوفر المساطب ازراع على المساطب بتوفر في الصولر. طبعا. الصولر. ما انا وفرت في المية بقى وفرت في الصولر. اه وفرت الصولر اللي هو بننون بيه. ليه? انا لما بروي الفدان بوفر تلت الوقت. تلت الوقت. اه. لو الفدان بيتروي في اربع ساعات يبقى وفرت ساعة وتلت. اه. المكنة اللي بتروي بدل ما هتشتغل اربع ساعات هتشتغل تلت ساعات. ريحت المكنة. صحيح. الحديد اللي شغالة يبقى بكتلق اعطالها قليلة اعمال الميكانيكا فيها قليلة. اه. وفرت في الصولر اللي النهار ده الليتر بتاعه بقى بسبب. بمبلغ. طيب. اه. هنرجع برضو لموضوع مهم جدا. اه. حديك رسا كنت النهار ده بتتكلم عن زراعة المساطب. ما هو يعني النهار ده. يعني ازا انا اخترت احسن امح. واحسن طريقة راي. واحسن معاد. ومساطب. اقصى رقم متوقع من الفدان قديه. شوف احنا عندنا اه. كل سنة في قسم بحوص الامح. ودي عرفة اخواننا زراعة. ده هيقودني لزؤال تاني. بس انا عايز اخد اقصر رقم ممكن اجيبه. هقول لك. عندنا في في قسم بحوص الامح. بنعمل حقول ارشادية كل سنة. كويس. عدد من الحقول الارشادية. بيتراوح من يعني المعدل بتاعه بيبقى الف فدان لكل الف فدان. اه. تعني تلات تلاف حقلة على مستوى الجمهورية وكسرنا الرقم ده وعدناه بكتير. والحقول دي موجودة في القرى واظن اخواننا الفلاحين شافوها. اه. بنروح عند الفلاح بنقوله شروطنا يزرع ازاي? بيجهز الارض بنجيب له التقاوي وهو بيزرع واحنا واقفين بتخلص الزراعة بنتابعه طول السنة. اخرة الموسم بنروح عند الفلاح بنقدر المحصول وبنقوله ارضك اهيه? ومحصولك اهو? وشكرا مع السلامة. اه. متوسط انتاج الحقول الارشادية. متوسط انتاج الحقول الارشادية. اربعة وعشرين اردب للفدان فما فوق. اربعة وعشرين اردب. يعني. نبي ايرت. طيب. زي ما بيقوله. كويس. ارات اردب. انا بس دا حيقودني لسؤال. اربعة وعشرين اردب. طيب قلنا لو ربنا اكرمنا بالزيادة في ارض استثنائية للواحد ربنا بيحبه اوي. دا 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 الحد الادنى. انا حمام. لا يعني انا عايز برضو او سانع عندي سؤال مهم جدا. اه. لان في ناس السنة دي اضحك عليها. وقالولها في حاجة اسمها الامح الفرعوني. وهو امح اه يعني اولا اولا مش عارف ايه الموضوع الامح الفرعوني. وناس بتعمل امح اكسار في البيت. وناس بت بتشتري الامح اه سايب. وما تفهمش ده غلة ولا امح ولا اكل حمام ولا اكل فراخ. وعملين يبيعه للفلاحين. لدرجة ان فيه اصناف طلعت اتضح انها علف مش امح. يعني اللي هو اسألها اسامي تاني. الكريتال. الكريتكال. صحيح كده. والضحك عليهم ولأ حتلموا اربعين وخمسين. فانا حتى فاكر علقت على الموضوع. قلت يا جماعة اذا كان اللي بيتكلم مجنوني يفترض ان يكون اللي بيستمع عائل. لان يستحيل ان احنا يعني نسمع رقم اكتر من ستة وعشرين سبع وعشرين. يعني لو انت بطل. بيجيبوا اكتر من كده. كامل. مش اربعين يعني. بس. لا مش اربعين. بس مش الفرعوني ولا. بالزبط. ولا الروماني ولا الهيروغريسي. بالزبط. انا كده بقول ايه. النصاب دايما يلزموا طماعة. فانا عايز الناس برضو ما تطمعش. ويتضحك عليها باسم اصناف جديدة. ممكن تجيب اربعين اردب. لان الرقم ده يستحيل ان هو يجي عندنا في مصر. يمكن. يمكن الله اعلم بيكون. ان شاء الله نوصل. في اي حتة في العالم. لكن اربعين اردب ده خليكم عقلين يعني. ما تخلوش حد يضحك عليكم. ويبعلكم اصناف ملهاش مصدر. اصناف معمول لها اكثار في البيت. اصناف بتاخدوها بالسايب. عشان ده موضوع مهم جدا. عايز حاليك تكلمني عن الاصناف اللي الفلاح بيتضحك عليه وبيشتريها والخسائر اللي بترجع عليه بعد كده. القمحة الفرعوني. زرع القمحة الفرعوني معروفين. لا يمكن حيكون في واحد زرع في قرية ما في الجمهورية زرع قمحة فرعوني. قال لما زميله عارفين. يروحوا يسألوه. وهو يجاوب بما يرضي الله. وهم يقتنعوا بما يرضي الله. او جسد. سليم. صح. وصلنا الخمستاشر الخامسة وعشرين خامسة وتلاتين خامسة ومن كان زرع الامحة الفرعوني الامحة واقف في الطول بقى عدل مترين. وسناب العقيمة. واخدر زي ما هو. واللي عايز خليه جيه قبل الفلاح اللي 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 حصل عنده كده ييجي. اهو. في صفة اللبن هنا في الجيزة. اهو. يعني حنعد النيل بس. ما هو مش هنعد النيل ده احنا على نفس الخط. احنا هنا اهو في 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 الدقي وصفة اللبن على بعض الخطوات من هنا. نا اه رايبة جدا. رايبة. وحشوا وسابوا ينشف على الارض. عشان يحمله للبهاية. حتى البهاية ما كانتوش لانه اه اه في صلابة شوية. اه اه. في المضغة على على البهاية. ده غير بقى امح التريتكالي اللي هو اصل. تيجي بقى يقول له اصل الامح بقى ايه اصل ده. والشكارة. الشكارة بتاعة مركز البحث. ادارة المركزين الانتاج التقاوي. مركز البحث الزراعية. وحدة انتاج التقاوي المحسنة. صنف كزا. الشكارة دي اخوانا بتتباع في الفلاحين باربعين جنيه فاضية. وهو بيعبيها. اسمعوا بكلام ده عشان الكلام ده مهم. الشكارة بتاعة الوزارة بتتباع فاضية باربعين جنيه. فاضية. فاضية. عشان. عشان يعبيها. عشان يقول لك اهي. لكن انت تعرف دي من دي ازاي الشكارة بتاعة اللي هي التقاوي الصح. وهي متخيطة بالماكنة كده. محطوط فيها البطاقة كده. فالبطاقة من جوة وبطاقة من بره. بالله عليكم بركزوا معايا في الكلام ده تاني. بطاقة بو الحب. ايوة. جوة شكارة. تاني مواصفات الشكارة السليمة بتاعكم. شكارة. من جوها في بطاقة. سواء لونها اخدر لونها احمر لونها اي لون. بطاقة ورق مقوة ورق كارتون. ومكتوب عليها اسم اللط واسم الصنف واسم محطة الغربلة. وفي بطاقة تانية متخيطة بيها. متخيطة بيها البطاقة. وفي الغالب لما بيفك الشكارة البطاقة بتطفق. لازم بتطاقة. يعني في بطاقتين في الشكارة. في بطاقتين في الشكارة. طب في برضو معلش استفسار بيجيلي برضو من المزارعين بقابل ناس كتير. واحد بيقول لك ببص حضرتك انا يعني عندي ايراتين. وقال لانا عندي عشر قريط. وقال لانا عندي نص فدان. يعني يا باي قبلت شكارة غالية. مش هشترش كارة الواحدي. فبروح بلاقي التاجر يعني حطت الشكارة دي كده في برميل وقعب بيبيع منها بالكيلو. اه. الرجل ده مش يعني احتاج الشكارة كلها. وفي نفس الوقت مش عايزينه يضحك عليه من تاجر يروح يدي له اي نوع قمح ويقول له خود ازرع ده. ازرع ده. ازرع ده. بتاعي يبقى المجموع قد ايه. نص فدان. ما نروح نشتري نص نروح نشتري شكارة من مصدرها المعلوم. ونقسمها على بعض. ونقسمها على بعض. اسمعوا الكلام ده قلنا با جمعان. مهم. يعني مش ما هياش قضية. اشتري نص اشتري شكارة. اشتري شكارة. افتحها بايدي. افتحها بايدي. وانا وبنعمتي وبنخلت نقسمها فيما بينانا. صح. هو مش بيحصل كده عندنا في القريف. صح. في اي سلع تانية بنشتري بنعمل جمعية مع بعض ونشتري ونقسم. لما تعمل كده. القضية يعني. اللي ما عملش كده خسر. خسر والضحك عليه. يعني. ومسارخوا في الاخر من الامح الفرعوني والامح البتاع. صحيح. لا. والامح المتالج والامح المبرد والامح. اه. 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 لا. لا. وفي ناس بها جاتت شعباطة ويتلك لا. أصل التقوي. لا. وحشة. اصل احنا مش عارف ايه. اصل الاصداء اه نتيجة اه ان الاصناف كتت وحشة. وهو الموضوع كل اقول انا حضرتكم وتضحك عليكم. رحت واشتريته وام حساب منتوش عارفين مصدره. رحت واشتريته شاكير. مكتوب عليها وزارة الزراعة. لكن هي في الحقيقة كتشاكير فاضية وتبعت باربعين جنيه وتعبد بقاقي اصناف. تعبد من بير السل. يعني بتاعت وزارة الزراعة فيها كارت من جوة وكارت من بره وفيها خياطة صعب جدا تزورها صعب جدا تتفتح ليه حضرتك توفر وتروح تشتري نص شكارة من مصادر انت منتش عارفها اساسا ولا تاخد لك شوية امح من بتوع السنة اللي فات التخزين وبتقول والله هشتغل بيهم تاني السنة دي انا عايز اتكلم برضو على موضوع الاكثار ده عشان فيه امح يعني فيه فيه فلاح بي يضم الامح بتاعه وياخد شوية كده يقول لك حزراحهم السنة الجاية هل الكلام ده صح وبيدي نفس نتائج الصنف الاصلي اللي طالع من الشكارة ولا بيدي نتائج اقل طب انا بفترض الكلام ده صح انا هزرع فدان السنة السنة الجاية الفدان بيحتاج ايه ستين كيلو هاخدهم من قمح السنة دي واشيلهم امه تمام طيب تعا بقى نحسبها بالايه انا معاك يا عم تق من قلبي بيتك تعا حسبها بقى من ناحية تانية الناحية التانية اللي هي ايه الستين كيلو اللي انت هتحطهم في الارض دول اساسا مش مقطوعين بتمن ولا مش بتمن 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 صح صح طيب الوقتي الكيلو الكيلو بربعه جنيه بنوس ولا بقى اهام دول تمام يحسب تمام احسب بقى لو انا اشتريت ستين كيلو تازى جداد فرجت معك كامي عامل حاج هتفرق مية وخمسين جنيه ولا بتاع BIG. يعني عشر مية وخمسين جنيه دول. تعالى بقى. اه ها تعالى سب النتائج. تعالى بقى تعالى. تعالى بقى النتائج. تقاوي منطقا مدرجة مقاس واحد كلها لا يوجد حبايا ضمرة لا يوجد حبايا مصفوطة لا يوجد حبايا مكسورة لا يوجد حشيش كنبلة ارهابية داخل الغد cliche الداخل الغد متاعك الله يفتح عليك يا دكتور كنبلة اعلها ثاني كنبلة ارهابية موقوطة داخل الغد متاعك خير لو حباية زمير جاي لك في قلب الشكارة في قلب التأول انت مخزنها من السنة اللي فات. حباية الزمير دي يا استاذي بيبقى فيها ربعمائة حباية زمير. طلع العود بيطلع ربعمائة. يبقى انا حطيت ربعمائة قنبلة في قلب الارض. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. تبقى الارض بتاعتي كل ده عشان مئة وخمسين جنيه. اه. لو انت تقدر الشكاة الامح مخزنه. وحطه تحت السلم. واللي ورد بيكنوسه للسلم ولا بيمسحوه راح تنزله شوط مية بلا الامح. اه. صابط رطوبة. قلت الحيوية بتاعته. قلل الانباد بتاعه. قلل نسبة الانباد في الارض. اه. قلل المحصول. صح? تسمعوا الكلام ده والله يا جماعة كلام مهم قوي قوي يعني انا دايما بركز. لا 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 مش تحت السلم عام ده انا شايله فوق السطح فوق. اه. اه. عيال بتلعب فوق السطح وبيرشه بعض بمية. اه. وارد ولا مش وارد. اه انت صحيح مش هتقعد مش هتحانى على الامح الحراسة يعني. تقعد حراسة عليه. صحيح. مطرة مطارة. اه. اه صح. اه اه ساقف ناشعة. ساقف ناشعة. صحيح. اي حاجة اي حاجة. اي حاجة. كل ده وارد. كل ده وارد. صحيح. اتأمن ده كله انا يا سيدي معاك تاق من بيتك. مش هتأمن ده كله يبقى المية وخمسين جنيه الفرق. طب لو فرضنا ان هو حيتأمن بيته. وحي وحيحطه في خزنة. انا عايز اتكلم عن الصفات الانتاجية لبزرة الاكسار والفرق بينها وبين البزر اللي انا بروح اشتريها. هل هي هي ولا مختلفة? لا طبعا. الروح يشوف محطات الغربالة. في محطة غربالة في سخة. في محطة غربالة في الجميزة مركز الصنطة الغربية. محطة غربالة في سخة في كفر الشيخ. محطة غربالة في النبرية. محطة غربالة في ستس في بنيسويه في مركز بيبة. في محطة غربالة في يشوف الغربالة بتتم ازاي. هياش العملية مش مش مشكلة. ده الامح بييجي. امح الاكسار اللي هي تقاول اساس او الوش الاولاني. اه اللي هي حيتعمل منها المعتمد. او التقاول المعتمد بتخش بتخش على النقاوة. وبتخش على الضرفيل للتنقية. وبتطير منها الاشي في التنقيق بتدول من الاشي. وبعدين غرابيل تدرجها مقاسات عشان الشكارة كلها شوف الشكارة التلاتين كيلو دول. تطلع مقاس واحد. تطلع مقاس واحد. لو هتفرضهم عالطابلية قدامنا في البت زي ما كانوا بينقوا زمان. مش هتطلعهم كلهم مقاس واحد. طبعا. العين هتخلف. العين هتخلف. لكن دي الغرابيل. مدرجة بمقاسات مضبوطة. وعشان نوفر مية وخمسين جنيه. مثلا. وبعد كان نرجع نلشعب في الدولة. ده ده. 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 مية وخمسين جنيه ايه. بفرد ان انا حازر على فدان. ده صحيح. ده ميتين جنيه خلاص. ميتين جنيه مش مية وخمسين. ده بفرد لو ان حازر عفدان. تلوان حزرع نص فدان. حزرع. لو حديك كلمت في نقط مهمة قوي لان انا اكيد عندي حباية دمرانة حباية مكسورة عندي. حباية مكسورة هيبقى الجنيل مكسور يبقى ازاي هيحصل انبات يا جماعة. صحيح. حباية دمرانة. ما في يبقى ازاي هيحصل انبات فين الغذاء اللازم للانبات الحبة. ازاي حباية دمرانة. طيب برضو عايز سأل حديك. انسان عنده اه اه عنده اناميا. ازاي حتكلفه ان هو يوقف حراسه. صحيح حديد صحيح. ما عندك حق. حسألت برضو حديك سؤال مهم جدا. هل هناك بعض المعاملات الزراعية اللي بتتم قبل زراعة الامح او بعد زراعة الامح بتحس ان الفلاح كده بيحاول ايه? يوفر وما يعملهاش? لا هو اه هو زي ما احنا قلنا. معاد زراعة مناسب. اختيار صنف مناسب. طريقة زراعة. وقلنا طرق الزراعة موجودة حلاتي وبدار وتصدير. اه اه وبعدين بعد كده هوت المساطب. افضلها المساطب. اه الراية في المساطب يا جماعة لما بنيجي نروي انا بمشي الماية في الاني. اول راية اللي هي راية الزراعة بخير للمية تركب تركب ظهر المستبة. تغطيها كده. بعد كده مجموعة الريات اللي بعد كده هو المية بس تمشي بين 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 في الاني بين المساطب. طب هتشرب ازاي? ما هي بيشرب بالناشعة. بالناشعة ايوة. بيشرب بالناشعة. سليم? حاجة بيسموها اه خاصية الانبيب الشعرية. اه. في التربة يعني زي بيمشع. بيمشع بيستوي. طب الزراعة من ضمن الحاجات الزراعة على المساطب. الزراعة على المساطب بتقلل نسب رقاد النباتات. اه طبعا الرقاد ده زاهرة. الرقاد ده بتاع بنحذر منه كتير. ان الامح لما بيرق. لا. العمليات الزراعية لو انا ماشي في الاناية المصطبع على يميني والمصطبع على شمالي. بيمدي ايدي كده هي المصطبع كلها مية وعشرين سانتي. اه. بيمدي ايدي كده لو في حاجة لو في حشيشة ولا عود حشيشة ولا عود زمير ولا بتاع بطوفه كده. لو انا مش طايله من هنا بجيله من الاناية التانية. اه. لكن لو هو في زروع بقى اه تسطير او مزروع لازم عزق بالفاس. على بال ما اعزق عود اقعلي جنبيه عود. صح. على بال ما ادخل اصلا. على بال ما ادخل. اكون دستلي عملتليش لتسكة حديد ورايا كده. صح. وانا ماشي بخوت في قلب الامح. صح. وكل عود. صح. بيقع. بيقلل المحصول ومرضوده بقى الخسارة فيه على مين? على الفلاح نفط. لا. على ابن الفلاح. ازاي? هو الفلاح خارج من بيته ليه الصبح? عشان يشتغل عشان يجيب فلوس عشان يأكل ابنه. صح? ايه يا فلاح. عشان يأكل ولاده. طب لما يقل لما يقل العائد. من اللي حيتأثر? ابن الفلاح. ابن الفلاح. انا سعيد جدا 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 بهذه الفقرة. استفدت بيها. انا شخصيا. يعني شوف انا عملت فقرات امح كتير قوي. ما استفدتش قد ما استفدت من حالك النهاردة. الله يكرم. بجد. لان احنا غطينا نقط مهمة جدا. وزي ما قلت لكم في اول فقرة انا يعني يمكن سامحوني زملائي في الاعداد ما التزمتش بالسكريبت. لكن انا التزمت بالكلام اللي بسمعهم الفلاحين. والاخطاء الكبيرة اللي بيقع فيها الفلاحين. قبل ما نفكر نكسب لازم نوقف الخسارة. وانا كنت مقرر في هذه الفقرة ان احنا نوقف الخسارة. بشكر ديفي العزيز. دكتور عز الدين عبد الرحمن محمد. رئيس بحوث بقسم بحوث القمح. بشكرك شكرا جزيلا جزاق الله خير. وكل المشاهدين اللي شافوك يا رب كده تنال انت يعني ثواب. المعلومات الحلوة اللي حديك قدمتنا النار. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اعزائنا المشاهدين فاصل ونرجع مع زملتي الجميلة مها سميح بعد الفاصل. تابعونا.